كشفت جهاز الأمني في الديواني عن وجود تهديدات من قبل تنظيم داعش باستهداف المحافظات الوسطى والجنوبية بالسيارات المفخخة والأحزم الناسفة وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتكثيف نقاط التفتيش في مداخل ومخارج المحافظة وردت لنا برقيات عدة بخصوص وجود تهديدات باتجاه محافظات الوسطى والجنوبية وهذه التهديدات بأحزم مناسفة وكذلك بسيارات مفخخة تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تحد من هذه العمليات منها تعزيز السيطرات الخارجية ودفع عناصر جديدة باتجاه السيطرات الخارجية وكثفت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في الأماكن العامة والمتنزهات التي يرتادها المواطنون ونصب السيطرات ونقاط التفتيش في عدة أماكن كما قامت بغلق بعض الشوارع المزدحمة تحسبا لأي خرق أمني خاصة في أيام العيد المفارزة انتشرت بالأماكن الترفيهية العامة التي تكثر بها الكثافة السكانية تبقى على الشوارع وملاحظة عناصر المشبوهة إذا صار شيء عناصر الاستخبارات المنتشرويانة يوجد تعاون بين القطاعات الأمنية كافة وفي أول أيام عيد الفطر يبدو أن حادثة الكرادة ألقت بظلالها على الشارع وعلى غير المألوف فإن الكثير من مظاهر الفرح والبهجة المعتادة اختفت في مدينة الديوانية نظرا لحجم الضحايا الذين سقطوا في تفجيرات الكرادة كما يقول مواطنون التقتهم الحراء أنا الحد البارحة في بيتي على المستوى الشخصي وفي بيت أخواني وفي كثير من الأصدقاء مقابلين الفضائيات ويبتشون حقيقة ويتعلمون حسنا تألمنا حيل من وراء قضية الكرادة نحن جاي نشوف حسنا جميع المحافظات وما فيها محافظة الديوانية الجنوبية والوسط وحتى إخواننا في المناطق الغربية متألمة وفي ظل المعلومات التي تحذر من تصعيد إرهابي يشكك مراقبون في قدرة الأجهزة الأمنية على حماية أمن البلد بسبب سيطرة الأحزاب عليها ووجود جيوش ومرجعيات كثيرة جميعها تعمل فوق القانون ولا تخضع لسيطرة الدولة السلطة في العراق هي سلطة متشضية وسلطة متعددة فهناك جيوش كثيرة وهناك مرجعيات كثيرة وجميع وأحزاب كثيرة وجميع هذه السلطات كلها فوق القانون لا تخضع لأوامر السلطة ولا تخضع للقانون وبالتالي فنحن أمام وضع متدهور واضح جدا أن أحداث الكرادة الأخيرة خيمت بشكل واضح على أجواء العيد في ظل حالة القلق التي تنتاب المواطنين من ضحف المنظومة الأمنية وتعدد الولاءات الحزبية في داخلها من الديوانية ميثم الشباني الحران